السلام عليكم والله يسعي لأوقاتكم واحد من الطلبات اللي تكرر أكتر من مرة هو كيف ممكن أن ينصب لينوكس إلى جانب ويندوز طبعا أنا ببداية القناة وبالتحديد كان الفيديو الأول اللي عملته كان هو كيف بنصب وبونته إلى جانب ويندوز طبعا الفيديو باعتباره كان الفيديو الأول يعني أكيد لا كانت الكواليتي جيدة أنا ماكنت بعرف كيف بدي أحكي قدام الكاميرا يعني وباعتبار أنه مضى عليه ما يقارب إلى 8 أو 9 شهور فقلت لا بأس أنه اليوم نعمل نفس الموضوع ولكن رح يكون في عندي عدة اختلافات الاختلاف الأول أنه ما رح ننزل وبونته طبعا رح ننزل بدل نظام لينوكس واحد رح ننزل نظامين لينوكس إلى جانب ويندوز رح ننزل مينت باعتباره هو الخيار الأفضل للمبتدئين ورح ننزل Arch باعتباره الخيار الأفضل للمتقدمين طبعا Arch رح نعمله بالطريقة اللي شفناها من يومين مع أن Arch لأن في عندي نقطة واحدة اللي بدي دقيق عليها طبعا أنا ما رح أمشي بكافة عملية التنزيل من البداية للنهاية سواء للمينت أو للArch ولكن الشيء الأساسي اللي هو عملية Partitioning هاي الوحيدة اللي رح تكون عندي فيها اختلاف أما باقي عملية التنصيب فالمينت عملنا لها عملية تنصيب من فترة الArch صارنا عاملين أكتر من مرة والأن Arch عملناها من يومين إذن اللي رح نعمله بالفيديو أنه أول شيء رح شوف شو هي الأشياء الأساسية اللي لازم أعملها بنظام Windows لحتى جهزوا لحتى يقبل النظامين اللي رح نحطهم الخطوة الثانية كيف رح نفرمت البارتيشنز أو كيف رح نعمل البارتيشنز والخطوة الثالثة هاي بتوقع أنه ما شفناها لسه ولا واحد عملها أنه أنا في حال ما عجبني اللينوكس وحبيت أرجع للويندوز ممكن أني واجه مشكلة مع البوتلودر أو مع مدير الإقلاع الخاص بويندوز إنه ما يعود أقلع فكيف رح نحل هاي المشكلة كيف رح نحذف النظامين سواء رح نحذف المين والآتش وبعدين رح نصلح أو نعمل عملية الربير للبوتلودر الخاص بالويندوز طيب قبل ما نبلش بدي جاوب على سؤال إن سألته إنه أنا ليش بعمل كل عمليات التنزيل والتنصيب بالماكينة الافتراضية هلا أنا موجود عندي كمبيوترين عندي ديسكتوب وعندي لابتوب اللابتوب بالأعمل الأغلب أنا بيستخدمه إما لإني اختبر توزيعات جديدة أو برامج معينة أو الاستخدام الثاني اللي هو 99% من الاستخدامات بيستخدمه لحتى سجل شاشة الكمبيوتر الأساسي وقت اللي بيكون عمالي أعمل الفيديوهات الكمبيوتر هات اللابتوب أنا ممكن إني استخدمه لحتى نصب التوزيعات عليه وشاركها معكم بس المشكلة ويعني طبعا إني أعمل عملية تسجيل الشاشة على الكمبيوتر الأساسي المشكلة هون إنه اللابتوب في عليه كرت شاشة انفيديا والمشكلة إنه منفذ الـ HDMI موصول على كرت الشاشة مباشرة وليس على كرت الشاشة المدمج بمعالج انتل فأنا وقت اللي بشغل الجهاز كرت الشاشة أو كبل الـ HDMI ما رح يلقط الإشارة لحتى صير جوه النظام يعني عملية الإقلاع الكبل ما بيشوفها ما بيشوف غير اللي موجود ضمن النظام فمنشان هيك يعني الـ BIOS أو كيف بأقلع من الـ BIOS النظام ما رح يشوفها كرت الشاشة أو كبل الـ HDMI ما بيشوفها النقطة الثانية إنه أنا ليش ما بعمل التنزيلات على هاردوير فعلي أو ليش ما بورشيكم كيف إنه عمالي إنشئ ملف كيف عمالي أعمل عملية حرق الفلاشة إنه أنا ما بعرف شو هو الكمبيوتر اللي عندك يعني أنا ما بعرف أنت على لابتوب أنت على مكتبي في وقت اللي بدك تدخل لإعدادات الـ BIOS هذا الكلام بيختلف من الكمبيوتر لتاني فأنت بدك تضغط على زر F2 على F8 على الـ Escape على الـ Delete يعني هاي خاصة بكمبيوترك أنا ما فيني أعرف كل اختصار كيبورد فإنشان هاد الشي أنا عملت فيديو حكيت إنه كيف ندخل لإعدادات الـ BIOS وعملت فيديو تاني بتوقع إنه بالفيديو الأول اللي عملته حكيت كيف بتحرق الفلاشة اليوم رح نعيد ونشوف كيف بتحرق الفلاشة بعد ما وضحت هاي الأمور فإنشان هاد الشي رجاء أن تعذروني إذا ما شفتوا أي تنزيل على هاردوير فعلي بس لأنه ما في عندي إمكانية أني سجل الشاشة وعلى يعني عملية تسجيل الشاشة غير ممكنة لهذا السبب فقط لا غير هلا نرجع لمحتوى الفيديو أنا موجود هنا على Windows 10 ما لي عامل عليها أي إعدادات طبعاً مثل ما حكيت هي ماكينة افتراضية أنا حاطت 60 كيجا لحتى يكون في عندي مساحة للويندوز ولنزامين لينوكس اللي رح نحطهم طيب أول شي بدنا نعمله أنه بدي إيجي لقائمة إبدأ ودور على ديسك رح دور على ديسك أنت فورمات هارد ديسك بارتيشنز بضغط عليها أنا اللي بدي أغير حجمه هو رس السي اللي نازل عليه النظام مثل ما أنا شايفين هو بحجم 60 جيجا فرح أضغط بالزر اليمين ورح قل له شرينك هلا متل ما اللي شايف أنه هو رح ياخد بشكل افتراضي رح يعمل لي رح يقلل الحجم بمقدار 40 جيجا هاد كلام أنا شايفه جيد لحطيس على النظامين التانيين فبقل له شرينك رح شوف أنه بالنسبة للويندوز صار حجمه 19 وبالنسبة للمساحة التانية تظل في عندي بحدود 40 جيجا غير مستخدمين هاد كل شي رح نعمله بالويندوز خلينا نشوف كيف منستخدم أداة الروفوس فأنا رح يجي لالبينج مع أني أنا ما بيستخدم هاد المتصفح أبدا أنا بالأساس ما بيستخدم ويندوز بس بالنسبة لليوم خلينا أوكي ما في أي مشاكل هلا أنا هون على جوجل رح نقل له الروفوس رح ندول على أداة الروفوس بيجي للروفوس.ie رح ننزل أداة الروفوس بنجي لتحت لقسم الدولود قسم الدولود وبنزل الإصدار الأخير من روفوس هلا طبعا أنت رح تكون منزل ملف الآيزو للتوزيعة اللي بدك تستخدمها ورح تكون حاطة الفلاشة بكمبيوترك هلا أنا باعتبر أنه عندي ماكينة افتراضية لا ملف الآيزو موجود ولا الفلاشة موجودة بس رح نفترض أنه ملف الآيزو والفلاشة موجودين عندك فرح نفتح الروفوس طيب أوكي يدور على أبديت ما في أي مشاكل هلا بتجي للخانة الأولى هو رح يدور على أجهزة الـ يو اس بي الفلاشات ورح يطلع عندك موجود بالمكان العلوي بالديفايس بس تأكد مرة واثنين وثلاثة من أنك عمالك تستخدم الفلاشة الصح لأنه رح ينمحي كامل محتواها بالنسبة للخطوة الثانية بدنا عند الـ بسيليكشن رح نيجي لسيليكت وبتختار ملف الآيزو اللي أنت منزله هون رح تلاقي ملف الآيزو فبتختاره من قسم سيليكت وبتحطه فيه فبعد ما تختاره هاد بالنسبة للPartition Scheme والTarget System هلا حاليا هنين ما لهم فعلين بس وقت بتحط ملف الآيزو رح يتفعله فنحنا رح نختار رح يقولك إما GBT أو MBR فأنت بتقوله أنه يختارها بشكل أوتوماتيكي إذا كنت بتعرف أنه جهازك UEFI فاختار GBT بعدها رح تقوله Start وبيكتب بيعمل عملية الحرق على الفلاشة هاي بيكون جهزنا الفلاشة بعدين بنعمل إعادة تشغيل للكوميوتر خلينا نشوف كيف ممكن أنك تدخل لإعدادات البيوس من الويندوز مباشرة فأنا هلا بيجي للويندوز بيجي للإعدادات وبيجي لقسم الـ Update وبيجي للـ Recovery بعدين بيقوله بالقسم Advanced بيقوله Restart Now هلا هاد الوضع وقت اللي يفوت على إعدادات البيوس هون رح نشوف بايوس الماكينة الافتراضية البيوس اللي عندك رح يكون مختلف فأنا رح يجي لقسم الترابل شوت وبعدين رح يجي للـ Advanced Options وبعدين بيجي للخيار الخامس 1-2-3-4-5 اللي هو الثاني على يمين الشاشة اللي هو U-E-F-I فير مويم Settings بدخل عليها بقل له Restart هلا بيقلع من إعدادات البيوس فأنا الفلاشة اللي بدي إياها أو كيف بدي أقلع من الفلاشة بيشي لقسم الـ Boot Manager أو أنت بتشوف شو اسمه عندك على جهازك بتضغط عليها وبتختار من وين بدك تأقلع بتكون الفلاشة موجودة عندك فبتختار الفلاشة وبتأقلع منها بهاي الطريقة بعدين بتضغط زر F10 لحتى يحفظ البيانات والـ Enter وبتأقلع من الفلاشة طيب هلا بعد نو شفنا كيف جهزنا الـ Windows كيف أقلعنا من فلاشة اللينوكس اللي جهزناها خلينا نبتدي عملية التنسيل أول الشي رح نبتدي مع اللينوكس Mint وبعدين نروح للـ Arch طيب هلا نحنا رح نبلش بالـ Mint متل ما حكيت رح نقلع من الفلاشة أو ملف الآيسو طبعا هون بس هي الفلاشة متل ما حكيت خطوات التنسيل بالكامل ما رح أمشي فيها رح يجي لقسم الـ Partitioning لأنه هو الشي الوحيد اللي بهمني فرح نيجي للـ Install Linux Mint هلا هذا القسم الوحيد اللي بهمني من كافة عملية التنزيل متل ما اللي شايف Mint وبونتو وبعض التوزيعات التانية بتكتشف أنه أنت في عندك ويندوز نازل على الجهاز وبتعطيك الخيار أنك تنزل لينوكس بجانب ويندوز بس أنا هاد ما بديها لسببين أساسيات السبب الأول أنه ويندوز وقت اللي بتعمل أبديت احتمال أنه بيوم من الأيام يقلوا لك أنه خلاص نحنا معاً بدنا ندعم اللينوكس والبوتلودر ما بيعود بيتعرف على نظام اللينوكس السبب الثاني أنه نحنا بدنا ننزل لسه نظام لينوكس تاني فلهذا الشي أنا رح روح لـ Something else رح نقل له Continue هلأ رح يتعرف على كل البارتشنز اللي موجودة عندي هلأ أنا في عندي البارتشن الأول اللي هو خوة الـ EFI هاد خاص بالويندوز شايف مكتوب عليه ويندوز بوت مانجر ما رح نقرب عليه وبالنسبة للـ SDA 3 هاد تنزيلة الويندوز كمان ما رح نقرب عليها بس متن ما بنتذكر أنه نحنا عملنا مساحة فاضية اللي كانت الـ Free Space ضمن هاي الـ Free Space رح أعمل 3 Partitions الـ Partition الأول اللي رح نزل عليه مدير الإقلاع أو الـ Bootloader الخاص بالـ Mint وبالـ Arch الـ Partition الثاني اللي رح نزل عليه الميند والـ Partition الثالث اللي رح نزل عليه الـ Arch فرح إجي إلى الـ Free Space رح نضغط على زر الزائد رح قل له أول شي يعمل لي Partition بحجم 300 ميجا بيجي بعدين للـ Used As هاد بدي أختاره ك- EFI System Partition رح قل له أوكي هلا بيعمل لي الـ Partition الأول هاد رح يكون مشترك بين النظامين بين الميند والـ Arch هلا بيجي بعدين للـ Free Space مرة تانية وين الـ Free Space؟ الـ Free Space هلا كمان بقل له إشارة الزائد ورح أعمل حجم لنقول رح أعمل 25 جيجا هاد رح يكون للـ Mint رح اختار Use As كمان رح حط ملف الـ File System رح نحطه الـ Ext4 ورح نحط الـ Mount Point رح حطه على الـ Slash اللي هو الـ Root رح قل له أوكي هلا أعمل لي الـ Partition الثاني ضل عندي أعمل الـ Partition الأخير فبيجي للـ Free Space مرة تانية بضغط عليها كمان على إشارة الزائد رح ياخد الحجم المتبقي كمان رح يكون Ext4 الماونت بوينت ما رح حط له أي شي رح خليه فاضي رح قل له أوكي هلا وين بدي نزل متل ما لي شايف صار في عندي الماونت بوينت بالنسبة للـ SDA 6 اللي هو الـ Root أو الـ Slash عندي الـ SDA 5 هو الـ EFI فهلا صار عندي النظام جاهز قل له install now رح يعطيني سامري بالأشياء اللي رح يعملها شايف انه رح يعمل في عندي Partition اللي هو الـ ESP في عندي Partition ext4 وفي عندي Partition الثالث كمان ext4 بس هاد ما رح نستخدمه حاليا رح نقل له continue هلا عملية التنزيل ضلت الشكل اللي شفناه بالفيديو الأول اللي عملته عن المينت طيب هلا بعد ما خلصت عملية التنزيل رح تقل له restart now ورح تشيل اللي فلاشة ورح يقلع من الـ Hard الفعلي فمتل ما اللي شايف وقت اللي طلعت عندي قائمة الـ Grab في عندي الخيار الأول اللي هو الـ Linux Mint وفي عندي الخيار الثالث اللي هو الـ Windows خلينا نقلع من الـ Windows لنشوف لسا شغال ولا لا متل ما اللي شايف أنه أقلع من الـ Windows بدون أي مشاكل خلينا نعمل تسجيل دخول لنت أكد متل ما شايف أنه الـ Windows ما تأثر أبدا طيب خلينا هلا نرجع للـ Linux Mint لأنه في نقطة بدي أعملها قبل ما نبتدي تنصيب الـ Arch فرح نطفي الكمبيوتر رح نقل له restart بدخل من المينت متل ما اللي شايف المينت كمان يشتغل بدون أي مشاكل طيب الخطوة الوحيدة اللي رح نساويها رح نجي للـ Terminal وبالـ Terminal رح أكتب L-S-P-L-K أنا هون متل ما اللي شايف الـ SDA واحد ما عمل له عملية Mount على الـ Boot EFI هادي الشي الوحيد اللي بدي أشوفه بهاي الخطوة بس بدي أعرف الـ Boot Manager أو الـ Boot Loader وين نازل نازل على الـ Boot EFI طيب هلا أعرفنا وين نازل خلينا نجي لتنصيب Arch رح نحط رح نحرق الملف الـ ISO على الفلاشة متل ما عملنا بالخطوة الأولى ورح نقلع من الفلاشة طيب هلا كمان نحن هون موجودين بقسم الـ Group الخاص بالـ Anarchy كمان ما رح نمشي بكافة خطوات التنصيب اللي شفناها بالفيديو الماضي رح نجي لقسم Partitioning مباشرة طيب هلا هون بقسم Partitioning نحن بالفيديو الماضي أعملنا Auto Partition أنا هلا اليوم بدي يروح مع المانول فرح يجي للمانول Partition Drive ورح يجي بالنسبة المنت نزلناها على Partition اللي كان حجمه 23 رح ننزل الـ Arch على Partition اللي حجمه 16 فرح اختاره وبعدين رح قل له Edit رح قل له أنه Create New Root Mount Point رح قل له Yes ورح نختاره مع Ext4 أوكي بعدين رح قل له Write Changes ورح نسل وهلا برجع للـ Partition اللي عملنا بحجم 300 ميجا اللي حطينا عليه الإيف آي سيستم رح اختاره ورح أجي إلى Edit بسهم اليمين طبعاً رح اختار الـ Edit رح قل له edit to create new mount point Edit رح اجي للقسم الأخير الخيار الأخير اللي هو custom رح اختاره قل له ok وين بدي حطه متل ما شفنا وقت اللي اقلعنا من المينت انه البوت لودر كان نازل على البوت EFI فهون رح قل له بوت EFI ورح قل له ok ما رح اعمل له عملية فورمات عمال يسألني اذا بدي اعمل عملية فورمات رح قل له no لانه اذا قلت له yes رح يمحيلي البوت لودر الخاص بالمنت هاي الخطوة هامة جدا لا تقل له yes رح نقل له no هلا هيك منكون خالصين متل ما اللي شايف انه ال sda 5 صار معمل له عملية الماونت على البوت EFI وال sda 7 معمل له الماونت على ال slash او على ال root فرح ايجي لل write changes رح قل له write changes وهلا هيك بتكون جاهزة رح نقل له enable EFI yes ومنكمل عملية التنزيل متل ما شفنا بالفيديو الماضي طبعا انا اخترت اللي grab لحتى يكون البوت لودر لانه المينت نستخدم اللي grab هلا هون ال os proper طبعا رح قل له yes لانه انا في عندي نظامين تانيين جنب ال arch فرح نقل له yes طيب هلا بعد ما خلصت عملية التنزيل رح نعمل ريبوت ونشيل الفلاشة ونقلع من النظام مرة تانية طيب اول شي من اللاحظه وقتل من نقلع بعد ما نصبنا arch انه المينت وال ويندوز اختفوا ما ضل عندي غير خيار اقلاع ال arch هاي رح نحلها مباشرة هلا من اقلع من ال arch طبعا انا نزلت كده ييب بلازما على سبيل المثال يعني بس لحتى نشوف الخطوات وليس لانه بدي احكي عن البلازما طيب رح نفتح الترمينال اللي هي الكونسل بحالة بلازما اول شي لازم اني ضيف نفسي لا الويل او فعل الويل انه يكون في عنده صلاحيات روت فرح قل له سو اس يو سبيس داش رح قل له باحرف كابتال اديتر يساوي فيم باعتبار ونزل الفيم خلال عملية التنزيل في اي سودو بيجي لسطر الويل بحزف الهاش هلا بقل له اكزيت هلا رح قل له سو اس داش بروبر وبضغط انتر خلينا نشوف انه اكتشف انه في عندي ويندوز موجود على ديف اس دي اي واحد وفي عندي مينت موجود على ديف اس دي اي سيكس قبل ما نعمل اعادة تشغيل في خطوة اخيرة رح نقل له كمان سودو فيم space slash etc default grab رح ايشي لاخر الملف ورح شيل اشارة الهاش من جنب grab disable os proper يساوي false فهي بس شلنا الهاش وخليناها false كمان هلا بحفظ الملف وهلا رح قل له sudo grab mk config space dash o space slash boot slash grab slash grab dot cfg hl بعد ما خلصنا خلينا نعمل اعادة تشغيل متل ما مل شايف بعد اعادة التشغيل الارتش صارت موجودة الويندوز موجودة والمينت موجودة خلينا نقلع من الويندوز لنشوف اذا بيشتغل هاي متل ما اللي شايف الويندوز لسا شغال خلينا نطفي ونقلع من المينت لنشوف اذا بيشتغل ما نروح مع المينت وهاي كمان لسا المين شغال طيب لنقول انه انت نزلت لينوكس الى جانب ويندوز وما عجبك لينوكس بدك ترجع تحسف البرتشن منشان المساحة تستفيد منها لنشوف كيف ممكن انك تحسف هاد البرتشن وتسترجع المساحة واذا واجهتك مشكلة انه ما عاد تتعرف على البوتلودر الخاص بالويندوز كيف منحلها هلا نحن رجعنا هون على الويندوز رح ارجع للديسك اللي هي create and format متن ما اللي شايف انه لسا في عندي البرتشن اللي عليه المينت واللي عليه الارت موجودين فأنا رح احسف الاثنين رح قلو ديليت ورح احسف الثاني ومنتذكر انه في عندي بارتشن ثالث اللي حطينا عليه البوتلودر الخاص باللينوكس فهذا اذا ضغطت بالزر اليمين رح شوف انه ما بقدر اني احسفه هاد رح يعملي مشاكل وقت اللي بعمل اعادة تشغيل طيب هاد لحتى احسفه رح افتح قائمة ابدأ اكتب cmd وبيفتحها مع administrator ضمن cmd رح اكتب disk part رح قلو list disk شايف انه في عندي disk واحد اللي هو 60 جيجا رح قلو select disk 0 طبعا بينات ون space مثل ما شايف انه disk 0 selected رح قلو list partition شايف انه في عندي الpartition الاول اللي عليه الميت ميجا اللي هو البوت لودر الخاص بالويندوز والpartition خمسة اللي عليه 300 اللي حطينا عليه اللينوكس فرح قلو delete partition لا رح قلو select partition select part partition خمسة وبعدين رح قلو delete partition طيب بعد ما عملت هدول الخطوطين خلينا نعمل اعادة تشغيل لنشوف بيشتغل ولا لا هلا بهاي الحالة اشتغل بس ببعض الحالات احتمال انه ما يشتغل وتطلع عندك شاشة بيكون مكتوب فيها كلمة grab وجنبها سهم على اليمين او اشارة الاكبر اشارة الاصغر فهذا كيف بتحله كمان رح نرجع ل lcmd ورح ندخل مع administrator كمان رح قلو disk part رح قلو list disk رح قلو select disk zero هلا رح قلو list volume هلا متى ما اللي شايف انه رح اختار volume 2 اللي في عليه l-efi او 32 فرح قلو select volume 2 بعدين رح قلو assign space letter وبعطي اي حرف بدية لنقور رح اعطي حرف f بعدين بقلو exit بعدين بقلو cd space slash d space الحرف اللي حطيتو f نقطين هلا اذا قلتلو دير رح شوف انه في عندي مسار او مجلد اسمه efi فرح قلو cd efi اذا قلتلو دير مرة تانية رح شوف انه في عندي مجلد اسمه وبونتو هاد لازم اني احسفه فرح قلو rm dyr space slash s space وبونتو رح قلو yes وبحسفه بهاي الحالة بيرجع عندك البوتلودر الخاص بالويندوز وما بتطلع عندك الشاشة السودة او رسالة التحذير اللي كانت عمالها تطلع بالبداية طبعا كانت العملية طويلة شوي بس بتمنى انها تكون عجبتكن هاد الكلام اللي شفناه بالفيديو لا هو خاص بالميند ولا هو خاص بالارتش ولا هو خاص بتوزيعة لينوكس واحدة او تنتين ممكن انك تنزل عشرة اذا كان في عندك هارد بحجم عشرة تيرا فممكن انك تنزل توزيعات لينوكس اللي بدك العملية متشابهة انك بتعمل بارتيشن لكل نظام بتعمل بارتيشن للبوتلودر الخاص باللينوكس مستقل عن البوتلودر الخاص بالويندوز لحتى ما يكون فيه اي تعارض بين النظامين وبتنزل اي توزيع بدك ياها بتمنى انه يكون الفيديو عجبكن اذا عجبكن الفيديو متل العادة لا تنسوا ضغط زر الاعجاب ولا تنسوا مشاركة المحتوى مع اصدقائكم وصحابكن بالنسبة لغير المشتركين الاشتراك بالقناة بيعني للي كثير بشكركن من كل قلبي بلتقي فيكن بالفيديو الجاية وبأمان الله اشتركوا في القناة